بسبب موجة البرد القارس شهدت جبهات القتال فتوراً في الفترة الماضية إلا أن وطيرة هجمات الجيش الروسي عادت وارتفعت وفقاً لممثل القوات البرية الأوكرانية فلاديمير فيتو حيث رفع جيش الاتحاد الروسي من وطيرة الغارات الجوية الأسيامة باستخدام المسيرات فضلاً عن كثافة القصف المدفعي واستخدام الأسلحة الثقيلة والمدرعات الجبهات الرئيسية لم تتغير تظل أفديفكا أشرس المعارك وأهمها ويواصل المدافعون الأوكرانيون صد الروس الذين لا يتخلون عن محاولات تطويق المدينة أما في اتجاه كوبينسك وليمان فالأوكرانيون يصدون حجمات الجيش الروسي بشكل يومي والأمر لا يختلف على جبهة بخمود والتي يزيد من قيمتها الاستراتيجية قربها من مدينتي كراماتورسك واسلافانسك فتواصل القوات الروسية هجومها بالقرب من كليشيفكا بمنطقة دونيسك ويحافظ الجيش الأوكراني على خط دفاعه هناك وذات السيناريو ينطبق على مارينكا حيث تواصل قوات الدفاع الأوكرانية السيطرة على زحف الاتحاد الروسي في منطقته مارينكا ونوفا ميخايلفكا في اتجاه خرسون تواصل قوات الدفاع الأوكرانية أنشطتها لتوسيع رأس الجسر على الضفة اليسرى لنهر الدينيبر خطة الدفاع الاستراتيجية التي اتبعتها القوات الأوكرانية بحسب قادتها تسفر عن خسائر كبيرة في صفوف الجيش الروسي في الأفراد والمعدات العسكرية والمركبات القتالية فضلا عن الدبابات وأنظمة الإطلاق الصاروخي